وعلى ذكر هذا الأمر بعض من الخبراء يشيرون إلى أن نجاحات الأخيرة التي تحققت في مجال الصناعات الوطنية وصناعات الدفاعية للدولة التركية قد أزعجت الأمريكيين ودلل على ذلك الهجوم الإرهابي الغادر لتنظيم البيكيكي على مصنع تساش المنتج للمقاتلة التركية ويقولون بأنه في السنوات الماضية نجح المهندسون الأتراك في فك شفرة طائرة F-16 وقاموا بعمل شفرة محلية وبالتالي يستطاعوا أن يوجهوا ضربات للميليشيا الإرهابية البيكيكي في الأراضي العراقية برغم أن هذه الميليشيا الإرهابية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الجيش التركي ضربها بطائرة F-16 الأمريكية بعد نجاحهم في فك شفرة هكذا تحدث البعض لكن من الواضح بأن تركيا تسير على قدم وساق في إنتاج هذه المقاتلات ودلل على ذلك صفقات الضخمة التي من المتوقع بإذن الله إبرمها بين تركيا والمملكة العربية السعودية في إنتاج المقاتلة كان بالتحديد والتي يقال عنها بأنها ستكون درة إنتاج الصناعات الدفاعية التركية بإذن الرحمن بإذن الرحمن